موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صديق الحيوان بعنوان كيف أصنع مدخة أكسجين احتياطية لحوض السمك موسيقى انقطاع التيار الكهربائي من الأشياء المرعبة لدى مربين سمك الزينة وخاصة إذا كان لفترات طويلة لأنها بتوقف أجهزة الحوض سينفذ الأكسجين في الماء بسرعة وهذا خطير على الأسماك وعلى الدورة البيولوجية داخل الحوض لذا سنتعلم اليوم كيف نصنع مدخة تعمل على البطاريات من أشياء بسيطة لنستخدمها في مثل هذه الحالات الطارئة سنحتاج إلى قطعة خشبية تمثل القاعدة والمحرك سيتا فولت موجود في أجهزة الفيديو سي دي القديمة غطاء قارورة من الحجم الكبير ثم حامل للبطاريات من أي ريموت كنترول أو ألعاب الأطفال وقطعة صغيرة من مطاط الإطارات إذن لنتابع طريقة التركيب ترجمة نانسي قنقر 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 وإلى هنا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وانتظرونا في الحلقة القادمة